الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة الجابعية في العراق كان وما زال القائمون عليه يبحثون عن عبوره لمراحل متقدمة وإيصال ممارسها من الطلبة نحو صعيد التنافس العربي والآسيوي لذلك جاء انطلاق بطولة جامعات العراقية الحكومية والأهلية لألعاب القوى والتي صدافتها ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في بغداد والتي تعد بمثابة مرحلة جديدة نحو بروز خامات مميزة سيما أن الرياضة الجامعية تنتظرها مشاركات خارجية مرتقبة الرياضة العراقية الجامعية عضوية فعالة في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الأسيوي وفي الاتحاد العربي عندنا مشاركات أحرزنا بها مراكز متقدمة ونأمل من خلال هذه البطولة ترشيح منتخبات الوطنية بفعالية ألعاب القوى هذا العدد الكبير من الجامعات طبعا فخر وإضافة إلى بطولة جامعات العراقية حقيقة أيضا المشاركة كانت ليس فقط كم وإنما نوعية 38 جامعة جاءت للمشاركة في هذه البطولة التي شهدت تنافسا نسويا كبيرا قد يكون الأول من نوعه على صعيد هذه البطولات الأمر الذي يعطي مؤشرا إيجابيا نحو مستقبل رياضة حواء في عروس الألعاب لاعبات سابقات وممارسات حاليات أكدنا بروز مواهب نسوية كسرنا أرقاما جديدة في أغلب الفعاليات اليوم نحن نحكي بالإمكانيات ما همني العدد همني وجود هناك مواهب حقيقية وأعتقد هذه بداية صحيحة التنظيم جيد جدا للبطولة والأجواء جميلة أعتقد الرياضة النسوية يجب أن تصلت عليها الإعلام أكثر لكي تظهر للمجتمع دي اليوم كانت هناك مواهب هناك أرقام قياسية أيضا جامعية من عشرات السنين ما محطمة الأرقام تحطمت بعض الأرقام اتحاد ألعاب القوى أيضا كان له حضور في متابعة السباقات لأجل التنسيق مع جهات المنظمة للبطولة بغية احتضان المواهب التي تتقدم المنافسات سواء من الذكور أو الإناث تنتظرنا في هذا الموسم بطولات خارجية كبطولة العرب وبطولة آسيا إضافة إلى الاستفادة من العنصر النسوي بسبب قلة المشاركة النسوية في الاستحقاقات الداخلية مثلت جامعة بغداد في سباق الوثب الطويل والآن مثلت جامعة بغداد في سباق 400 متر تتابع وإن شاء الله سنحقق إذا الله سهل إن شاء الله المجال المركز الأول اليوم الأول شهد تقدم في رق جامعات كربلاء والمثنى وبغداد على أمل أن تختتم الفعاليات مساء الغد تسبقها احتفالية كبرى كريم درويش الحرة بغداد